السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يارب بتكونوا بخير النهاردة هنعمل فطيرة سهلة وسريعة لغدا كده سريع لما يكون ملكش نفسه طبخي او للعشا كمان لما يكوني مسلا نفسك تكل حاجة سخنة كده على العشا ومميزة شوية تفرحي بها ولادك هنعملها فطيرة بالجبن والخضروات من غير عجين ومن غير دقيق ومن غير ما نخمر بقى العجينة ونستنها وتخمر حاجة كده في السريع ما خديدش مني عشر دقايق آآ ولا في عميلها ولا في تسويتها وشكلها تحفة زي ما انتم شايفين يفتح النفس ورحتها كمان حلوة جدا زي البزة وطعمها كمان احلى واحلى يلا بينا نشوف هنعملها ازاي وما قادرنا ايه? عم عندك بقى فينو في التلاجة بوقف فينو مفرول مش عايزاء او هتشتري فينو زي ما انا عملت هتبدأ تقطعيه شرايح كده آآ مش سميكة اوي ولا رفيع اوي شرايح متوسطة انا قطعها كلها بنفس الشكل ده ولو الفنو عندك في التلاجة مفرول ومتقطع مش هتقطعيه وهتستعمليه زي ما هو بعد ما قطعنا الفنو عندنا كوبايتين من اللبن وعندي طلب بيضات وعندي عادية من الكزبرة خضرة وعادية من الشبت او اي حضرة عندك تفضليها ازا حبت ضيفي بصل احمر او بصل اغضر زي ما تحبي دا يرجعلك هضيف التوابل بتاعتي فلفل اصمر وبابريكا وملح ورشة من البيكينج بودر هقلب كله بقى مع بعضه وهاركنه على جنب لغاية مجهز الصنية بتاعتي اللي عامل فيها الفطيرة لو صنية الامونية هتدينيها بستمنة والزبدة كويس سمنة او زبدة او حتى زيت بس يكون نظيف علشان الفطيرة ما تلزقش مني كنت بتطلعيها تطلع معاك بكل سهولة انا هستعمل البايريكس هدينه برضو بستمنة وتديني الجوانب كويس والفرن عندك طبعا اه شغال عشان يلحق يسخن معاك لان الفطيرة دي مش بتاخد وقت في عميلها خالص هبدأ اروس الراسطة بتاعت الفينو الاولانية هعمل طبق واحدة في الاول وعندي الحشوات بقى حسب الموجودة عندك في التلاجة ممكن ببواء التلاجة عندك تعملي الفطيرة دي يعني ممكن جبنة بيضة او جبنة قريش ممكن جبنة براميلي على جبنة قريش ممكن سجوء ممكن لحمة مفرومة ممكن باسترمة اه انا استعملت هنا ميكس بيدن الرومي والشدر وكمان الجبنة المتزرلة بستخليها للوش وعندي كمان شرائح من الطماطم والفلفل الرومي هبضي في فلفل حامي تمام هبضي في شرائح الزتون اه برضو تمام اي اضافات بقى انت حابة اضافيها او اي حاجة عايزة تشيلها وتحط حاجة مكانها يعني ادي تك الفكرة وانت ممكن بقى اه تغيري في الحشوة بتاعتك هعمل كمان اه طبقة من الفلفل والطماطم ايش رائح اه وقطع ايها شرائح كده رفيع علشان تدي شكل وبعدين هبدأ اه بعد كده رص الرصة التانية من الفينو وبعدين هتسقي برضو الفينو باللبن اللي بالبيت والخضرة والتوابل هتسقي الفينو كويس بيه وكمان هبدأ ارش رش الجبنة وارد ورومي ورش تشيدر بعد ما هسقي الفينو ممكن كمان لو عندك بواقف راخ في التلاجة تقطعيها وتحطيها في الوصفة دي او ممكن تعصيها بعد ما هحط خلاص الجبن معايا هبدأ احط طبقة كمان من الطماطم والفلفل ولو حطتي كمان زيتون شرائح هيدي طعم حلو جدا وشكل حلو هرش كمان رشة من الكزبرة الخضرة على الوش قبل ما ابدأ اضيف الجبنة المتزرلة الكزبرة الخضرة مع الجبن بيبقى طعمها حلو جدا ممكن تضيفي رشة من الزعتر المجفف يعني الموجودة عندك ممكن تحطي كمان رشة من حبة البركة على الجبنة من فوق هتدي شكل حلو وطعم حلو دي جبنة متزرلة كنت عاملها عندي في الفريزر مكعبات وهحط كمان معاها جبنة مبشورة متزرلة من الاكياس الجاهزة وانا عملت فيديو قبل كده على المتزرلة وقلت لكم فضل ان انتوا تشتروها جاهزة افضل عشان بيتبقى المطة بتاعتها احسن هدخلها الفرن يكون سخن وشغال وعلى نور عالية هتعطى بالكتير جدا عشر دقايق هتلون وتاخد لهم من فوق ومن تحت من جر مفتح الشوية ولا حاجة يعني اعرفه الوسطان هي هتلون مع نفسها اول ما هتلاقيها لونة يبقى هي كده خلاص جاهزت معاك شكلها جميل جدا ورحتها كمان حلوة قوي كأنك عاملة بيتزا بالزبط وما خدتش معاك وقت بقى ولا عجن ولا اي حاجة من دي خالص هنقطها مع واحد عشان شوف شكلها عامل ازاي شايفين بقى المطة كده بتاعت الجبنة وهي بتتاكل وهي سخنة كده ولو بردت مش مشكلة ممكن تسخنيها تاني لو عندك مكرويف او في الفرن بتبقى كأنك لسه عاملها طازة بالزبط شكلها حلوة قوي وطعمها حلو جدا كمان واللي بيشوفها مش بيصدق ان هي معمولة كده بالفين وسريعة يعني بيفتكر ان هي عجينة بقى وهو وخمرت وكده طعمها حلو كمان وهيجب اطفالك جدا ومش تاخدوا وقت خالص في عميلها يعني تقريبا خدت مني عشر دقيق في التجهيز وعشر دقيق في التسوية يعني حاجة عالسريع كده لو ملكيش نفس تطبخي هتعمليها غدا سريع او لو لكي نفس كده تتعشي عشوة سخنة برضو هتعمليها عالسريع اتمنى تكونوا وصفة عجابك وتجربوها وتقول رأيكو فيها ان شاء الله وحب افكركم باللايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد واستنوني في فيديو جديد كنت معاكو شايمة أمين شايمة أبوك ترجمة نانسي قنقر